السلام عليكم كانت منا تكونوا في أحسن أحوال من خلال الفيديو وغادي نتكلموه للمباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية اللي الله تعلن عليها فغنشوفوا أهم المعلومات اللي كتخصد المباراة غنشرحوهم من بينها الشروط كيفية المشاركة في المباراة طريقة اللي صحيحة باش كيفاش تشاركوا في المباراة وكذلك كيفاش غادي كل الاختبار إذا نخليكم معنا في الفيديو باش تسابدوا معنا بالنسبة لهنا أول معلومة فبالنسبة الكونكور غادي دوزنغر لحد ستامع رس 2022 اتداء من الساعة السابعة والنصف المكان غادي يكون في كلية العلوم القانونية والاقتصادية اللي كتتواجد في الرباط وممكن إلا إلا اضطروا أنهم يديروا بعض المراكز أخرى اللي غادي دوزوا فيها الكونكور بالنسبة لهذه المراكز المعلومات ديالهم غادي إن شاء الله يعنوا لهم فاش غادي يكونوا هنتكم يوصلكم لكونفوكاسون فغادي تعرفوا أكتر فين غادي تدوزوا بالنسبة الشرط ديال المشاركة إذا مجموعة من الشرط أول شرط اللي هو ما خاش يتحدى السين ديالك خمسة وثلاثين سانة يعني ما تكون شفيت خمسة وثلاثين سانة على الأكتر كذلك بالنسبة هذا الدبلوم اللي مطلب فهنا يا أي دبلوم اللي كيخولك أنك تخدم في الدرجة ديال السلم عشرة في الوظيفة العمومية اللي هو كنعرفوه هو الإيجازة إذا الإيجازة هي اللي كتخدم بها في السلم رقم عشرة ينشوفوا كذلك الشروط بالنسبة اللي هما موطفين موطفين فهتهم السين نفشي ما يتجاوزوا خمسة وثلاثين سانة ويكونوا في السلم عشرة وخاص ضروري يكون هندو مترخيص بشيدوزوا من الإدارات يلو بشيدوزوا المباراة بالنسبة الباليغين خاص يكون طول بالنسبة اللي إيناس مترو ستين والذكور مترو سبعين على الأقل وتكونوا مستوفرين الشروط دي القدرة البدنية اللي كتطلبها اللي كتطلبها اللي كتطلبها اللي بهنا بالنسبة الكيفية الترشيح هنا خاص المترشيحين خاصكم تعمروا الفورمولار اللي كنافض الموقع دي انتغير بوانجوف 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 اللي غادي تبدأ لتسجيل ديالو باقة مشيدة باحثة الخمسة وعشرين يناير وآخر آجل غادي كون هو لده في غيه على الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الأربع بالنسبة الحاجة أخرى هنا اللي يخذكم تردو لها البال فاش كتسجلوا في الموقع فهنا في فورمولار فوكت فاليدي ويعني كت تصادق وقدر المصادقة نهائية على المعلومات فرعا ما يمكن لك تبدل المعلومات اللي وقع فيهم شي خطأ يعني ما كتفاليدي خاص تكون متأكد من جميع المعلومات راها صحيحة مش هكا مش مكتلغش ترشيح ديالك من بعد فاش كتسجلوا في الموقع كتجي المرحلة الموالية لالنطيقة اللي كتكون فيها كياخدوا فيها بجموعة من المعايير لحسب الشواهد اللي بحصل عليها يعني كدما كانت عندك شواهد يعني موش عندك ماستر عندك دكتورة عندك مهم هما دارين ليسانس كتقدر تدفع بها الكونكو واي شهادرة كده عملك الميلف ديالك كذلك بالنسبة للتجربة وش عندك تجربة المهنية السن كذلك الى اخرط كتم الدعوة المترشيحين اللي هما تقبلوا في انتقاء الاولين وتسجلوا في السيد حسب الترتيب اذا من بعد قلناه الاستلعاء فكتلبوا منكم انكم توضعوا الميلف ديال الترشيحين حتى كدوزو في انتقاء عادة باش كتوضعوا الميلف ديالكم بصفة شخصية كتبشيون توما قصد دراسة هذك الميلف في الاجل المحدد اللي هنا من يوم اربعتاش الاثنين اربعتاش فبراير الى غاية السبت تسعتاش فبراير هنا كاخر اجل باش كتحطوا الدواصة ديالكم فين غادي تدوهم بالطبط ها هو التقاء وكتوضعوا الدواصي ديالكم اللي فيه الوطائق اللي غادي يشوفوه من بعد كانين في الاعلان الميلف ديال الترشيح اول حاجة عندكم هو الفورمولاغ اللي عمرته في الموقع فهذا كرا كتخليوها عندكم كتسجله وكتأم بريميو باش اللي عايتو لكم كيم قلنا كتدفعوهم ها الدواصي هو اول حاجة كتحتاجوها كذلك عندك لسونس ماستر الى اخير راكدير هات النسخة ديال شهرة وديال ماستر اللي كتدعم الميلف ديالك بالنسبة كذلك النسخ غادي تحتاجو نسخة من كاشف النقاط ديال السنوات الدراسية الى كتدفعتي عمرتي را عندك عيجازة وتستيف سيلكتشن وركدي الكاشف النقاط غادي تلاتة السنوات ديال الاجازة هنا الى كنتي انتدرت عمرتي بلي عندك اجازة وكذلك عندك ماستر فكتدر نسخة من كاشف النقاط ديال السنوات الدراسية دراسة بالاجازة وماستر مجو جمين يكتدر ديال ديال وعامين ديال ماستر فكال النسخ كامل نكتدي على حسب انت شنو عمرتي في لفورمولاغ ديالك كذلك غادي ونسخة حديثة كذلك من قرار المعادلة نسبة لهذا للناس اللي حصلوا على هاد ديبلوم في دول اخرى من غير المغرب تحتاجوا هاد القرار ديال المعادلة لكن انت قريتي هنا في المغرب عادي وفي مدراسة ديال او كلي عفوا ديال الدولة فما تحتاج هاد القرار ديال المعادلة هاد الخراغ الناس اللي حصلوا على هاد الشواهيد العليا اللي هي اجنبية كذلك من بين الوثائق هاد الوثيقة فقط ديال ترخيص كيحتاجوها الناس اللي هم موظفين في الادارة العمومية الى اخير كيحتاجوا ترخيص انهم بشي اجتازوا المباراة الى كنت بقي يعني ماشي موظف فانت را ما معني به هاد الوثيقة واخيرا قال لك كل الوثيقة كتبت صحة المعلومات اللي هي ازتيها في الاستمار ديالك اي حاجة في الشواهيد فكتجيب دليل ان عندك كتبت ان عندك هديك الشهادة الى اخر هنا الملفات اللي ما كتبت قالوا لنا هما الملفات اللي درنا ناقص فيها شي وثيقة او لما فيهاش اي وثيقة كتبت ان كيبقين لحصل تي لها ديالك الشهادة او كين خاطئ مثلا في الموقع يعني كين فرق ما بين الشواهيد اللي دفعت هم والمعلومات اللي عمرت هم في الموقع يعني كين خاطئ فهد الحال را كت كيرفض لكم الملف ديالكم بعد فاش كان سالي والمرحلة قلنا ديال هكي جاوبكم في الموقع اللي تسجلتوا فينيت اول مرة هو نفسه كتعرف وراء صف يدستو بصيف نهائ في انتقاء بجدوز هاد الاختبارات اللي غادي نشوف شنو غادي كون فيهم الاختبار فيه جوشة المراحل المرحلة الاولى اللي هي فيها اختبار باللغة العربية اللي كاتو كون في موضوع حول المستجدات للحكمات والتنمية الترابية المدة ديالها تلتة تسوية والمعامل ديالها اربعة من نسبة لها القضية ديال المعامل ضمن ها لقدم المادة كالمعامل ديال كبير قدم ها يعني النقطة ديالها كتكون يعني مهمة باش تنجح في المباراة وكذلك ما خاش تكون عندك النقطة اقل من خمسة على عشرين يعني يجب تيقل من خمسة على عشرين فرا تتلغى ديالك عمل كتتحيد علاش وخاء انك تتجيب في المواد الاخرى مثلا النقطة عالية بزف انفوة تجيب قل من خمسة فرا تتلغى اختبار باللغة الاجنبية اللي هو فيه تحرير موضوع حول المستجدات القانونية او سياسية الاقتصادية الاجتماعية او الباقية المدة دياله تهو تلست تسوي المعامل دياله ربع وتهو فيه النقط اللي قل من خمسة ما خص تجيب خص تجيب خمسة والفوق اجابة كذلك على واحد اللي هو متعدد الخيار يعني اللي فيه اجابات قصيرة تتعلق بالثقافة والمعارف العامة هذا المعامل دياله جوج المدة دياله تلاتين دقيقة يعني نصف ساعة ثم كتجي المرحلة النهائية باشتعرفوا هدى المرحلة النهائية كيدوزوا لها ثلاثة الأضعاف ديال كيشدوا العدد اللي هما طالبين يعني مثلا طالبين مئتين را غدي ضربوا مئتين في ثلاثة يعني غدي هزو ستمية اللي غد توصف الاختبار النهائي هادو كيدووزوا باش في اللخر كتبقى ميزي هادو غايدووزوا البسيكو ومعامل دياله خمسة وكتلك اختبار شافوي اللي هو اللخراني كيكون معامل دياله عشرة وكتب النقطة اقصائية وكتبقية كل نقطة كتقل عن تمانية على عشرين بالنسبة للشافوي اللي جاب قل من تمانية على عشرين فهذا كتبقصة بصفة نهائية بغض النظار على شحال جاب في الكتاب يعني وخيكون عندو الكتاب يطال عندو غا تردو البال من الشافوي فيديو ديالنا كيسيلي هنا كانت مينة تكون استفت منو ما تنسوش لستفت تخلي ولي لايك اي سؤال عدكم خلي ولي في موطاق باش نقدر